عايز بس الأول أعرض لكم الاستمارات بكام وكمان أعرض لكم التواريخ والمدة والتفاصيل وتعالوا نشوف أقول لكم كل حاجة كل حاجة يلا يلا بنا هتقلنا يا جماعة الاقتبارات على طول بص النادي الأهلي سعر الاستمارة فيه 100 جنيه أيام الاقتبارات كالتالي مواليد 2016-2017-2018 يوم السبت 17 يونيو يعني ده خلص الحاجات اللي بدأت يعني مواليد 2013-2014-2015 كان يوم الحد 18 يونيو مواليد 2010-2011-2012-2019 يونيو مواليد 2007-2008-2009 السلسية 20 يونيو نادي الزمالك بالمحفظات يعني سعر الاستمارة 100 جنيه كان دميات 13-14 يونيو ده أهليها 13 يونيو الغربية 16-23 يونيو أو 16-23 يونيو لحد 7 يونيو المنوفية 16 يونيو الشرقية 17 يونيو وضميات كان 18 يونيو يعني هم شغالين لطاعة الغربية في النادي الاتحاد سعر الاستمارة 100 جنيه وهم دلوقتي اللي فضلوهم مواليد 2010-2011-2012 لتنين من تسعتاشر لتنين وعشرين يونيو ومواليد 2007-2008-2009 لاربعاء من واحد وعشرين لاربعة وعشرين يونيو نادي طلاعي الجيش سعر الاستمارة 100 جنيه مواليد 2013-2014 من 12-21 يونيو عمش فاهم يا جماعة الرقم ده ماشي من 21 يونيو لتسعة يوليو مواليد 2011-2012 من 22 يونيو لعشر يوليو مواليد 2009-2010 من 25 يونيو لـ 12 يوليو مواليد 2003-2005-2007-2008 من 19 لـ 26 يونيو 13 يوليو أنا بس بحاولة أجيب لكم معظم الأندية اللي عندها اختبارات وفيه كثير من الأندية عندها اختبارات نادي الإسماعيلي سعر الاستمارة في 150 جنيه كل الفئات العمرية منذ بداية يونيو حتى نهاية الشهر هم مفتحين من بداية الشهر لحد نهايته نادي غز المحلة سعر الاستمارة 50 جنيه برضو كل الفئات العمرية بتبدأ من يوم 3 يونيو حتى 22 يونيو قربوا يعني نادي القناة سعر الاستمارة 100 جنيه مواليد 2006-2009 من 3 إلى 26 يونيو مواليد 2010-2016 من 4 إلى 25 يونيو نادي زد كل الفئات العمرية من 4 إلى 26 يونيو وكان الكابتن على نبيل قال كمان نهيب فيه في منتصف العام اختبارات أخرى ومجاني طبعا ما فيش مقابل زي ما كابتن على قال ما فيش سعر الاستمارة نادي أمبي سعر الاستمارة 100 جنيه في دميات من 2 إلى 5 يونيو دي خلصت الجيزة 2 يونيو خلصت البحيرة 5 يونيو خلصت الشرائية من 3 إلى 5 إلى 9 يونيو خلصت المنفية 8 يونيو خلصت نادي أمبي خلص نادي أمبي خلص نادي بيتروجيتس على الاستمارة 50 جنيه مرحلة الأولى من 3 إلى 6 يونيو خلصت برضو مرحلة التانية من 2 إلى 8 إلى 9 إلى 10 إلى 11 يونيو خلصت وبرضو الباقي خلص نستكفي بهذه الأندية ده بالنسبة لإختبارات النشيئين وزي ما قلت لكم أهم حاجة في الموضوع دوة الضمير الضمير